اول حاجة ان شاء الله يحمل في تطور مادية. تانية هتريح كده بقى ان شاء الله والحالة المادية هتزبط شوية. وهنبتدي بقى عندنا شوية امان من الحالة المادية. كويس? في عجرة حظ كمان. بازن الله الحظ هيدور. اما انت هتبتدي بزنس. اللي بيبتدي بزنس دلوقتي يا جماعة. الوقت كويس جدا جدا. عايز يعمل اي مشروع كبير او صغير يعني اي ان كان في عجرة حظ عندك. والدنيا العجرة دايرة. دايرة ان شاء الله فيه. فيسير في الامور. الدنيا بازن الله فيها تسهيل فيها تسهيل. متيسرة. عندنا queen of ones. في قيادة بقى شوية دلوقتي يا حمد. قائد في مجالك في مجالك اللي انت فيه. يعني لو انت بتشتغل في شغل ادمت مثلا فبقى لك لا بقى ليك position فيك. فان الناس انت بقوا تابعين ليك. من الشرط على فترة تكون وصلت المحل في انت مدير او حد انت فوق حد. بس بخبرتك واقدميتك بقيت قائد في مجالك. انا بشوف الكاردة دا كمان بيدي بقى رسالة تانية خالص غير الموجودة في الكتاب. دا يحمل انت عندك العقل. وعندك المشاعر. الاثنين مع بعض. ماشيين مع بعض الشهر دا. والقطة الحلوة اللي قاعدة قدامك دي دي شخص منك شخص منك شخص قرد منك جدا ليحميك واقف قدامك حارس. يصد عنك ويمع عنك اي قذر. انت عندك حماية واضح ان عندك حماية من شخص انت عزيز عليه جدا. فيه كمان كارت مش لطيف. الناس اللي مش شكين انه ممكن يكون فيه علاقة سلسية في حياتهم سواء هما او شركهم. دي طاقة علاقة سلسية. كأنكم مسمعتوش حاجة الكارت دا بيبقى معناه الاحتفال. كويس؟ احتفال بشيء معين. بسألة برضو ميلة ان هو مش احتفال. دي فيه حد فيه عنده علاقة تالتة. هستألكم موضوع اكتر. مش شرطة تكون العلاقة قامت بالفعل. ممكن يكون مجرد تفكير في شخص تاني. الحمل تفكر شخص تاني غير اللي معين. وممكن يكون برضو الحمل اكتشف ان شريكه هو اللي بيفكر في حد تاني او ممكن يكون في علاقة مع حد تاني. الصوت. ترتب عليه هنا بعد. انا شايفة هنا فرق بعد مرحلة من المعافرة والخناء والدفاع عن النفس او المنافسة في حال منافسة جديدة في حال التوتر بالنسبة للموضوع دا. بس انا عايز اتمنكم ان الموضوع هيهدى. يعني المية اللي بتتحرك كتير فيه اكشن كده كان حاصل. المية اللي بتتحرك كتير كتير قوي دي. هتبت يتهدى. الصوت. طيب اعمل ايه طيب بالصوت دا اجلما عشان الصوت يبقى كويس. انا لازم اشتري مايك. طيب قولولي كده لو الصوت بالنسبة لكم كويس. انا قربته هو. بنبتدي نبعد عن المية اللي بتتحرك بسرعة دي ورايحين لمية هادية. يعني انت ان شاء الله عديت بمرحلة او هتعدي بمرحلة فيها شوية اه نزاعات وشوية مرسي يا لولي. اه فيها شوية اكشن ويعني. اه فيها شوية احداث متتالية بسرعة جدا. ورايح لمكان اهدأ ان شاء الله. فيه ناس بتقول الصوت واحش وفيه ناس بتقول الصوت حل. يمكن الله صح وانا بحبه. مرسي يا فاطيما طب ترمى بتقول الصوت كويس. اللي عنده مشكلة في الصوت يا جماعة يخرج ويدخل تاني. طيب. شايفه حالة انعزال او حالة انسحاب من الحمل قرر ان هو ينسحب. بناء على الحالة التوتر اللي هو فيها دي قرر ان هو ينسحب. ويفكر لوحده بهدوء. مش عارفة ليه الدنيا بتادت تقلب معاه دلوقتي لحاجة تانية خالص. شكلك كده يا حملت اصرعت. واطلقت حكم من الصحة. ليه؟ شايفه شريك شريك بيحب. شخص بيحب. بيقدم لك شيء. بيحبك بجدد. دي مشاعر حقيقية. المشاعر دي مشاعر حقيقية. ركز كده يا حمل يمكن تكون تسرعت وما كانش فيه علاقة سلسائية او حاجة يمكن يكون دي مجرد اوهم في دماغك. هنشوف دلوقتي هيأكد هالي الحالة العطفية. هنشوف. بس غير نتكلم في المجمل. حالة الصحية الحمل ان شاء الله كويسة. باين عليها كويسة جدا. فيك تطور مادي زي ما قلنا. في عجلة حظ بالدور. في تأثير في الامور. دنيا ان شاء الله هتبقى اكتر مرونة. شايفة قيادة. وشايفة عقل وقلم ماشي مع بعض على خط سواء. وشايفة هنا كمان حد بيحميك واقف قدامك حارس. شايفة طاقة علاقة سلسية. يعني النتج عنها حالة صراع وخناقة كبيرة جدا. شايفة حالة انسحاب. وتفكير بتماعهم. بتفكر لوحدك. عايز تفكر لوحدك. عايز تنعزل عن العالم. يعني عن الحواليك. مش عايز تكون مع حد. هيتأكد القراءة اللي انا شفتها دي. اذا كانت صح ولا لا. وانت فعلا قسقت الحكم او ظلمت شريكك ولا لا. هيباني. بس انا شايفة ان الشريك بيحبك الحمل. بالوقتي اللي مع شريكه. شريكو بيحبك. بالنسبة للناس. الناس السنجل. دي مشاعر جديدة. مشاعر جديدة. مشاعر يعني اللي هي في اولها. اللي هي المنهفة دي. الناس اللي ما عندهم شرطبات من الحمل. الشهر ده بإذن الله في مشاعر جديدة. شايفة فراء بس ده مش طبعا ما اعتقدش ان مش بالسرع عادي ان يحصل الفراء ده. في فراء في بعد بس البعد ده لمصلح طبية حمل. بس الدنيا شكلها هتهدى. في مية هادية بإذن الله هتعدي بيها. دي القراءة لانا شايفاها. انا مش قادرة استنى وعايزة اشوف القراءة العطفية اخبارها ايه عشان اعرف لانا شفته ده. مزبوط ولا لا. تمام. اللي هيسألني فيه صفر ولا لا الحمل انا مشوفتش كارت صفر الشهر ده. اه الحالة الصحية كويسة والحالة المادية ان شاء الله في تطور. ايه يا نهت بعد الشارع عليك يا حبيبتي? الصوت لو سمحتي ميلو يا بابينا. الصوت كويس عالفكرة يا جماعة. هنصوت الابراج دي يا جماعة بعد لما هنخلص اللايب النهاردة هنبتدي تصويت الشهر الجديد والابراج الجديد. اوكي. ما فيش صوت. طب يا جماعة اللي عنده مشكلة في الصوت ممكن يجرب يدخل اه يخرج من اللايب ويدخل تاني. تمام. اه اوكي. الصوت حلو وواضح اللي بيشتكي من الصوت اكيد من عمدي مشكلة. مرسي يا سنين تانكيو 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 تانكيو. اهي اهي من نوكو هي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ما شاء الله تني حلوة جدا جدا جدا. طيب واضح يا حمل الناس اللي قالوه صح جدا. اللي شاكين في علاقة سلسية. او ان شركهم بيخونهم. اه انت تصرعت يحمل. الموضوع مش كده. ولو كان حصل بالفعل. فهي ما هيش علاقة بالمفهوم اللي اعتبرها هافوة. غلطة. يعني انت اللي في القلب في عمين قصدي ممكن تكون غلطة. حصلت لكن ما هيش علاقة يعني علاقة. لا هي ما وصلتش للمرحلة دي. ممكن تكون هافوة. لاني شايفة. شايفة الطاقة كويسة جدا. الطاقة اسرة سعيدة. الناس اللي لسه ما ارتبطوش دي الطاقة ما بينهم انهم عايزين يبنوا عيلة جديدة. اه الشريك. الشريك شايفك ازاي بتطلق احكام. قاعد بتطلق احكام. اه يعني. بالراحة عليه شوية يا حمل. اه لانه واضح ان انت تصرعت فعلا. اتمنى يكون كده. انت شايفه ازاي. انت شايفه حبيب وجوع شخص. يعني بتحبه شخص عزيد عليك جدا. شخص قريب لقلبك. اه الطاقة حلوة اللي بيحصل دلوقتي فرص جديدة. هنبتدي دلوقتي فرص جديدة. لعل اكون سبب انه السوق التفاهم او الفهم الغلط اللي حصل عندكم ده. ده نبتدي نصلحه. دي فرص جديدة دلوقتي. هنبتدي ندي فرص ان شاء الله لبعد. وهتستغلوها كويس. وبصوا خبر حلو ازاي. تسمعوا خبر حلو. وفيه شمس بتطلع نجاح. العلاقة بإذن الله نجحة. وفيها سعادة وفيها امان. وحاجة بسم الله ما شاء الله كويساري بتاني. فحنعتبر لو كان حصل خطأ من شريكك يا حمل. انا المنشفك بتاني. انها حفوة. يعني عديها. عديها. مش مش مقصود بيها خيانة. ومش مقصود bipartisan ان يبعد عنك خالص. ساقا. الشريك آآ. لأ.. الحشريك بيحبك. مافي المال المال. مافي المال. طب. تعالوا نشوف. فعنشوفوا المجموعة التانية وولاء كيز حدوتي اختررنا بقى بالنسبة النهاردة للقراءة الخاصة لمجمعها بص يا منا ممكن تكون علاقة قديمة بس هاي مشاعر جديدة بتحسوها البعض ممكن تكون قديمة احتمال مرسيا صحر قوي قوي اسلاميلي يا روحي باذن الله ميكب ارتست زوزو كلاما صحر قوي بشكرك يا ام خالد حاج محمد اسلاميلي بشكرك باذن الله باذن الله حبيبتي كل الخير ان شاء الله ليكم ساعة لو انت ساعة انا شايفة فيه علاقة جديدة للحمل الشهر ده فيه شخص هيظهر ان شاء الله او يعني في الفترة اللي جاية دي بشكرك جدا يا واقل شكرا 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 يا سامي يا ربنا يخليك يروع ايه كلام الحلو ده اسلاميلي طينا نشوف بقى المجموعة التانية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جميل جدا جميل جدا طيب النجم هي طاقة ايجابية كويسة عندك طاقة ايجابية معقولة جدا معقولة جدا مش بطلة خالص فيه يسا عندك حيرة شوي يعني انت محتار مش عارف تقفين يعني مش عارف تعمل ايه في نفسك الحيرة دي تعبتك تعبتك يعني ده تعبتك جسمانيا حتى انهكتك يعني ليه كده لا عندك حيرة جندا جدا وممكن يكون حاجة ثانية انه انت عمال تبزل مجهود في حاجة ومركز فيها جامد جدا 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 ديها كله تقطق انما فيش مردود يعني مش بتلاقي المردود زي ما انت متخيل او زي ما انت عايز اه مش عارف موضوع ده عمليا يعني في حياتك العملية ولا في حياتك الاسرية ولا في حياتك العطفية الحتة دي لكن هي عامليلك انهيار جامد في الحقيقة الشهر ده هي عنك انهيار برج انهيار البرج ده انهيار لاسلوم او انهيار لمعتقد لاحساس معين انت عايش بيه بقى لك فترة حينهار حيبتدل ينهار يا اما هو ينهاري لوحده يا اما انت اللي هتهده بيدك يعني زي ما تقوله انا حسيت انت بتقول ايه محدش مقدر اللي انا بعمله ومحدش يعني حتى بيقولي كلمة شكرا طب انا مش هعمل حاجة خالص وهتبطل تدي وهتبطل تضحي وتبطل تهم الحاجات كتير من الحاجات دي اهو انهيار لشيء زعلان اهو زعلان متضايق مستني حد يراضيك ونغمس في ذاتك يمكن لما الناس يبتدوا يعني يحولوا ان هما يراضوك او يخففوا عنك انا شايف ان دي تفريغ شحنة بقى انا مش عارفها دي خناقة بقى حطيق انتبقى فيه حالة غضب ومشاكل كده وزعيق وحاجات زي ما تقولوا انا شايف ان دي حالة تفريغ ان انت بتفرق الطاقة اللي جواك او التلام اللي انت كنت مستحمله فترة طويلة هتتطلعه في الوقت ده وعشان ترتاح هتتبسك قيادة بقى هتمزك قيادة الامور ودي افتكر انت هتمسك قيادة حياتك بقى انت اللي هتمشي حياتك بقى انا يعني هيبقى فيه تغيير لا فيه واضح ان هيصلا تغيير وانهم اللي عندك في الحالة في نمط حياتك جدا انت اللي هتاخد الTom وشايف قديني حيرة من امر ما بس افتكر الحيرة دي تخصت لحالة المادية انت عايز تعتمد عن نفسك معديا لو الناس ااااا لو الناس اللي انت نداقق منهم او اللي حصلت المشاكل منهم دول الناس دي انت مرتفع بهم مادية او حياتكم المادية منطبطة ببعض هتبتدي تبقى عايز تعتمد عن نفسك مادية علشان تبقى فيغين عنهم تماما. فيه هنا قدامي كمان دي انا بقول ادي نفسك اجازة دي اجازة انت هتطلع اجازة ان شاء الله. مش مش شرط ان احنا نسافر يعني من نوح المكان. يعني زي ما انا عملت مسلا انا قدتلي نفسي يوم الجمعة ده خلاص اجازة. عمل في اللي انا عايزة بقى. لا في شغل ولا في كلام ولا تليفونات قفلت كل حاجة واجازة. راحة ترتاح. اه كافئ نفسك بحاجة اخرج مع صحابك او اخرجي مع صحابك. اه روح يشتلي حاجة. كافئ نفسك دي عملية احتفال وعملية اجازة. الناس اللي اه على وش خطوبة او في مرحول التعارف دلوقتي الشكل فيه خطوبة الكادر ده كمان معناها خطوبة. اه بعد ده هفي مغامرة بقى. هفي احساس بالمغامرة. ليه ده الاتنين بقى للمطبطين او الغير مطبطين. اه افتكر الاجازة اللي انت هتعملها دي هتهديك يا حمل. انت محتاج الموضوع ده. انت اسموك حمل لانك انت حمول. بتبدل تستحمل وتستحمل تستحمل لحد ما بتجيب اخرك اهو. بتهد بقى رح هادد المعبد خالص. بس ده من كتر ما انت متشبع ب يعني من كتر الزعل يعني خلاص بقى لو ملاقيتش تقدير او من الناحية التانية زي ما قلت لكم الاجازة دي هترفع من راحك المعنوية جدا كارت بقى ستريه الشمس تطلع تبتدي بقى روح المعنوية تعلى كده وعايز تعمل حاجات وتتحرك وتسافر وتغامر وحتستعيد التوازن بتاعك ان شاء الله ونفس القراءة تنطبق على الناس اللي هيصل عندهم قطوبة هيبقوا حاسين ان هم في حالة مغامرة وحالة سعادة والدنيا هنستعيعيهم ان شاء الله ربناك الملوك على الف خير هنرخص قراءة المجموعة التانية بسرعة الحمل فيه عنده حيرة جديدة جدا جدا وحاسس ان هو عمال مبدي مجهود جامد جدا في حاجة مفيش منها راجع مفيش منها تأدير فتعد جدا الموضوع اثر عليه حتى جسمانين محتاج راحة وكيز ارتاحه يحمل شوية حاوله تنام شوية هيقرر انهيار تقريبا حسن انهيار ده انت اللي بتهده بايه دك يحمل هتهد حاجة كانت قايمة لفترة طويلة جدا معاملتك مع الناس او اسلوبك معاهم ويعني نمط حياتك هتبتدي هتهده ومكانه حالة انية خالصة ازعلنه من غمز في ذاتك افتكر هيتدي الناس يقرابوا منك يحاولوا يعني صلحوك او يفهموا مالك انت هيبقى ردك عنيف جدا وحيبقى فيه خناقات ومشاكل كتير قوي قوي بس هتطلع لجواك هتبدي تمسك انت قيادة العربة هتحتار شوية بين اختيارين شبه بعد شوية بس الموضوع ده يخص الحالة المادية عندك عشان انت هتبقى عايز تاخد خطوات نحو ان انت تعتمد عن نفسك مادية اه في خطوبة شايفة للناس اللي في مرحلة تعارف دلوقتي بازن لربناية الملوكوا على خير بعدها في مرحلة اه يعني تفاؤل ومغامرة احساس حلو جدا بالنسبة للناس اللي مش مقبلين عن الموضوع ده انت هتاخد اجازة وانت تستحقها خد اجازة شوية بريك ان شاء الله يوم واحد افصل فيه عن الشغل وافصل فيه عن الناس حتى عن الصحاب لا بتحب بس اللي بيحب بيقضي وقته مع صحابه والموضوع ده بيرياحه نفسه اشتركوا في القناة